أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي قناة البروف ليرنج في الفيديو ده نشرح إزاي نقدر نحسب المعقوس الدرب من المصفوفة باستخدام الآلة الحزبة سواء كانت مصفوفة من النظم 2 في 2 أو حتى من النظم 3 في 3 فتعال دلوقتي نبتدي بأول حاجة وهي إن لو كانت المصفوفة من النظم 2 في 2 فمثلاً لو كانت المصفوفة اللي معانا هي ألف وعبارة عن 4 و 1 وسالب 5 وسالب 1 وعاوزين يجيب معقوسة ضربي واللي هو ألف سالب 1 فإحنا لازم نمشي على شوية خطوات أول خطوة هي إنها نضغط على زر ريموت فهتظهر لنا قائمة فهنختار منها الرقم 6 واللي هي باتريكس وبعدين نضغط على الرقم 1 علشان نختار المصفوفة A اللي إحنا هنسجل عليها بيانات المصفوفة وبعدين نضغط على الرقم 5 واللي هو بيمثل هنا نظم المصفوفة 2 في 2 كده إحنا خلصنا أول خطوة وهي اختيار اسم ونظم المصفوفة نيجي بقى لتاني خطوة وهي تسجيل بيانات المصفوفة ألف فهنكتب 4 وبعدين نضغط على زر يساوي وبعدين 1 وبعدين سالب 5 وآخر حاجة سالب 1 وما تنساش إن كل مرة بتكتب فيها الرقم بندوس بعدها على زر يساوي وبعد ما بنكتب بيانات المصفوفة بنروح نضغط على زر A C علشان نسجل ونحفظ المصفوفة A بالبيانات والأرقام اللي انت لسه كتبها دلوقتي نيجي بقى للقطوة الثالثة والأخيرة وهي إننا بنضغط على زر شفت وبعدين نضغط على الرقم 4 فهتظهر لنا قائمة نختار منها الرقم 3 واللي بيمثل المصفوفة A اللي احنا سجلناها وبعدين بندوس على الزر X سالب 1 واللي هو دوت وبعدين نضغط على زر يساوي فيظهر لنا على طول المعكوس الدربي للمصفوفة ألف واللي هي طبعا ألف سالب 1 واللي هتكون عبارة عن سالب 1 وسالب 1 وخمسة واربعة بنفس الخطوات بالضبط اللي احبينها نجيب المعكوس الدربي لمصفوفة من النظم 3 في 3 يعني مثلا احبينها نجيب المعكوس الدربي لمصفوفة ألف اللي هي عبارة عن 2 وواحد وسالب 1 وسفر واثنين وواحد وخمسة واثنين وسالب 3 فاحنا برضو الأول لازم نسجل البيانات دي على الآلة فهنضغط على زر رمود فهتظهر لنا قائمة هنختار منها الرقم 6 وبعدين نضغط على الرقم 1 وبعدين نضغط مرة تانية على الرقم 1 علشان نختار نظم المصفوفة 3 في 3 كده احنا خلصنا أول خطوة وهي اختيار اسم ونظم المصفوفة نيجي بقى للخطوة التانية وهي تسجيل بيانات المصفوفة ديت فهنكتب أرقام المصفوفة وما تنساش انه كل مرة بنكتب فيها الرقم بندوس بعدها على زر يساوي كده احنا كتبنا بيانات المصفوفة بتاعتنا نضغط بعد كده بقى على الزر AC علشان نسجل ونحفظ بيانات المصفوفة A بالأرقام اللي احنا لسه كتبنا وأخيرا بقى نضغط على زر shift وبعدين نضغط على الرقم 4 فهتظهر لنا قائمة نختار منها الرقم 3 واللي بيمثل المصفوفة A اللي احنا سجلناها وبعدين نضغط على الزر X سالب 1 وبعدين نضغط على زر يساوي فهيظهر لنا المعكوسة ضربة المصفوفة A واللي هي A و اللي هتكون بالشكل دو وبكي نكون وضحنا لكم ازاي نقدر نحسب المعكوسة ضربة المصفوفة باستخدام الآلة الحزبة لكن ما تنساش ان الطريقة دي نستخدمها بس علشان نتأكد من الحل بتاعنا تلع صح ولا لأ وما تعتمدش عليها اعتماد اساسي في حل المسائل في النهاية نتمنى ان يكون الشرح كان واضح ومفيد وما تنسوش لو في اي اسئلة واستفسارات تكتبوها لنا في التعليقات وانتظرونا في موضوع اخر ان شاء الله شكرا لكم مع السلامة